لو هتخاف على بشرتك من الحسد أو عيون الناس بلاش هتفرجع على الفيديو ده هي إن أنا في الفيديو ده هكلمك على أفضل أربع مسكات للبشرة حرفياً هيودوا بشرتك في حتة تانية مسكات دي لو استمرت عليها هيخلوا بشرتك بشرة زوجيجية هيفتحوا ويوحدوا لون البشرة وكمان هيساعدوك تعالج التصبغات والكلف والنمش وأي يبقى موجودة عندك في البشرة وكمان بيأخروا من ظهور التجايد والخطوط الرفاية في البشرة يعني من الآخر كده هيخلوا بشرتك بتلمع وهيصغروها عشر سنين والمسكات كلها مسكات طبيعية 100% والمكونات بإذن الله موجودة في كل بيت بس في الأول كده ننزل نخبط اللايك الرأي ولو أول مرة تشوفوني فأنا دكتور رحمة عبد العال سيدالي وأخصائي عناية بالبشرة والشعر زيكم عاملين ايه؟ أول ماسك هتكلم عليه في الفيديو ده هو بريمو التأشير يعني لو كنت في المسك يفولسة رجع وطبعاً بشرتك اسمرت من الشمس وعايزة تأشريها وترجعها لونها الطبيعي فالمسك ده هيساعدك بشكل كبير جداً وكمان بيأشر الجلد الماتي الموجود وبيشيل الشعر الوبر وفعال جداً مع الرؤوس السودة والرؤوس البيضة بس طبعاً ما ينفعش نين نعمل المسك ده أكتر من مرة في الشعر أو مرة كل شعرية لأن لو عملناه أكتر من كده فالمسك ده بيشيل الرؤوس السودة فممكن يوسع معنا المسان هيخلي شكل المسان واسع وظهر فعشان كده بنعمله مرة واحدة بس في الشعر المسك ده بقى هو مسك القهوة والجيلاتين والقهوة تعتبر أفضل مكشر طبيعي للبشرة وكمان الكافيين بينشط الدارة الدموية اللي رايح على البشرة ويعتبر كمان مضاد أكسادة كويس جداً أما بقى الجيلاتين في الوصفة دي فوظفته أنه هو يخلي المسك يتماسك حيث أنه هو يمسك على البشرة ويأشر كل الكلام اللي أنا قلت عليه ده إزاي بقى هنحضر الوصفة دي هنجيب طبق لازيز وراء ونضيف فيه معلقة قهوة ومعلقة جيلاتين ونضيف عليهم معلقتين مياه دافئ نخلطهم كويس جداً مع بعض بعد كده هنفرض المسك ده على البشرة بس ممنوع حوالين العين وحوالين الفم وممنوع نحط المسك ده على أي مكان في شعر لأن لو حطناها على مكان في شعر فهيشلوحكم شلوحة السنين خلاص فرضنا المسك على البشرة بنسيبوا نص ساعة بعد كده بنشيل المسك بأيدينا وهتشوفوا كمية الحاجات اللي بتطلع مع المسك ده خلاص شلنا المسك نغسل بشرتنا بماء فترة ونرطب البشرة أصحاب البشرات الحساسة والبشرات المعرضة للحبوب ممنوع يعملوا الوصفات دي ندخل بقى على تاني وصفة ودي واهمة جد حدش جرب الوصفة دي ومشكرش كيه الوصفة دي مميزاتها كتير جداً بتعالج الهالات السودة والانتفاقات اللي حوالين العين وكمان بتأخر من ظهور الخطوط الرفيعة اللي بتظهر حوالين العين ده غير إنها كمان بتحسن والدايق من شكل المسام الواسعة وبتحفز الكولوجين في البشرة والكولوجين ده المسؤول عن الشكل البشرة المجدول فطبعاً بيأخر من ظهور التجايد وعلامات تقدم السن على البشرة والوصفة دي هي وصفة لبان الدكة هنجيب برطمان فاضي نحط فيه معلقتين من لبان الدكة بعد كده نمنع البرطمان بماء تورد نقفله كويس ونحطه في أي مكان ضلمة أهم حاجة المكان يكون ضلمة مش متعرض لأي نوع ونسيبه المدة من خمس لسبع أيام بعد كده هنطلع على البرطمان ده ونصفي منقوع لبان الدكة هيبقى قوامه تقيل شوية ونستخدمه على البشرة كلها وحوالين العين مرة كل يوم ونسيبه على البشرة من نص ساعة لساعة بعد كده نغسله المسك ده لو استمرت عليه أو عادك هتتخلصي من الهالات السودة والتجايد اللي حوالي العين وكمان هينعع ومرضة ببشرتك هيخلىها تلمع بجد ونسي أي مشاكل من القلت على في أول الفيديو تالت وصفة بقى أو تالت مسك ده أسطورة التفتيح الفور أكن نقدر بحقنة نظرة وتفتيح في بشرتك فكل ما تحيس إن بشرتك بعدانة اجري عميل المسك ده وأوعيدك هتدعي لي بس أهم حاجة طبعا تستمر على المسك ده مع استمرارك عليه هيفتح ويوحدونه البشرة وعيساعدك تتخلصي من التصبغات الخفيفة الموجودة في البشرة وكمان بيناعم البشرة جدا وبيديها نظرة ملحوظة طب نحضره إزاي مقونات الوصفة دي أول حاجة النشا تاني حاجة لبن بودر تالت حاجة أهوة والتلاتة دول جبرين في تفتيح البشرة وكمان بيشتغلوا كمكشر لطيف للتصبغات أو لسمرار الموجودة على البشرة رابع حاجة عن احتاج الزبادي والزبادي بيشتغل كمرطب جبر جدا للبشرة هنخلطهم كلهم مع بعض بعد كده هنقوم نخسل بشرتنا بما يفتر نرجع نفرض المسك ده على البشرة كلها ونسيبه نص ساعة بعد النص ساعة طبعا هنخسل بشرتنا تاني ونرطبها أوقاتك من أول مرة هتشوف نتيجة فورية تفتيح جبار بس طبعا زي ما قلتينك لازم تستمر على الوصفة دي على الأقل خالص مرتين كل أسبوع آخر ماسك بقى ده حكاية لوحده تونر مية الرز جباره الله يا جماعة بكاده ومية الرز زي ما احنا عارفين هيغانية على التعريف فوايدها جبارة جدا للبشرة أول حاجة بترطب وتلطب البشرة وكمان مليانة مضادات أكسادة وبتساعد في علاج الحبوب لأنها بتشتغل كمضاد بكتيري يعني بتاتي البكتيريا المسببة للحبوب ده غير إنها كمان بتشد البشرة وبتمنع منظوره على ما تقدم السن طب إزاي هنحضر طونر مية الرز هنجيب شوية رز ونخسرهم كويس جدا بعد كده نحطوهم في أي برطمان ونمنع البرطمان ده بمية ساعة ونقفله كويس جدا ونعينه في أي مكان ضل من مدة خمس أيام في خلال الخمس أيام دول الرز هيتخم هنطلع البرطمان ونصفيه وناخد منقوع مية الرز ونحطه في أي علبة نضيفها عندنا وهنستخدمه على البشرة بقطنة هنجيب القطنة ونحط عليها أشواط مية ونمسح بيها البشرة مرتين كل يوم مرة صبح ومرة بالليل فوقعاتكم هتنبهروا من النتيجة اللي هتشيبو وبكده أنا خلصت الفيديو بس في نهاية الفيديو أقول لكم على ثلاث حاجات أولا البشارات المعرضة للحبوب والبشارات الحساسة هي ممنوعة أنها تعمل أي وصفات لأن أصلا البشارات دي تتلكك أنها تطلع حبوب فهنتجنب الوصفات الطبيعية خالص مع البشارات دي تاني حاجة أي حاجة في الدنيا يا جماعة لازم نستمر عليها مفيش حاجة في الدنيا هتدينا نتيجة فورية ودايما من أول مرة أوه هتدينا نتيجة كويسة من أول مرة بس عشان نحافظ على النتيجة دي لازم نستمر عليها فترات طويلة أي ماسك ماسموه بيه في الأسبوع مرة ومرتين ماسكات التأشير مرة كل أسبوع أو كل 15 يوم وطبعا في النهاية لو حد عنده آية سؤال اسيبولي في الكوميتس وبإذن الله هرد على كل الناس بس كده